موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا ونسلم بكم معكم محمد علي وحلاة جديدة وعلى مسارة التقنية احد الاعضاء بعتلي موقع هاش ستور او هاش تونت فوردت ستور الموقع هذا المفروض انه هو موقع سيسماري يشغل فيه حسب ما بيقولون اوه ويقوم بيقول لك انهم شغالين او بتعاملوا مع التعامل في التداول العملات الرقامية وده نقطة وخلي بالك من اللي جاي بعد كده المفروض ان الموقع بيديك مجرد التسجيل 30 دولار عشان خاطر انك تجرب الموقع وفيه كمان بيدي تمانية دولار لكل واحد بيسجل العلينك بتاعك هل ده معنا ان الموقع صادق؟ لا الموقع مصادق بالعكس ده دليل على انه شغال بونزي يعني شغال انه هو بيدي فلوس بيدي حق انك هتكسب كتير بيطمع الموقع بيشتغل بلغتين اللغة الروسية واللغة الانجليزية وده يدل على انه صاحب الموقع روسي لما تيجي تدور هنا على اسم سي او سي او سي او رئيس مجلس الادارة او ملك الشركة او الراس الكبير يعني داعي يعتبر اعلى واحد في الادارة لما تيجي تدور على الاسم مش هيظهر لك اي بيانات نهائيا عن الاسم ده كل اسم واحد روسي مشهور فقط ومفيش اي بيانات عنه يعني قد ندور عليه مفيش اي بيانات بالاسم ده شخصية وهمية زي الناس اللي بتطلع كل شوية وفي الموقع النصابي وممثلين وبيحط لهم اسماء زي بتاع كويكس لما كان اسمه على اسم استسائق درجات وساعتها انا برضو من ضمن الحاجات اللي نبهت ديها قلت اجد عن كويكس صاحبه راجل مش مشهور من فاش يبقى موقع كبير اوي في البيزنس ويظهر ويبقى فيه تعاملات بالملايين ويبقى صاحبه ناكرة او مش معروف او مفيش ده تعانو انه كان شغال قبل كده دايما بيبقى دي علامة استفهم كبيرة طبعا لما تخش بقى على هاش ستور لما تخش على التعليقات بتاع تراست بلوت هتلاقي انه بيقولك انه هو الموقع نصاب تكير كده كمان لما تيجي الدور على الدوم النيم الدوم النيم مش معمول دوم النيم انه شغال على سيرفر خاص يعني الموضوع كله قانونيا انت ملكش حاجة عندهم لو عرفت انك انت مفيش حد دهر في التباحهم او يجيب بيانات عنهم كاملة عشان خاطر لو فيه اي عملية نصب فمن الاول الاخر الموضوع كله حتى العنوان بتاعهم المسجلش في الشركة اسطونية برضو مش ملوش مكان لما دورنا على جوجل ماب الشركة ملوش مكان فده ممكن واحد يبقى معها لابتوب يعني فاضي ما بيعملش حاجة فيقوم اعمل موقع مشتري سكريبتو ورفعه وعمل سيرفر خاص وشغال والدنيا معها زي الفل تمامه ويعمل له مثلا ايه يبتدي يشتغلي لما الناس يدفع لهم من الادعاة اللي بتجيله بعد فترة يقفل وذهب عمال الريح فانا ما انصحش حد يحط في الموقع ده انو الموقع بجميع المقييس بيزنس موديل غير بيزنس موديل انو بدي 3% يوميا بس نسبة الاحيات اللي بديها عالية 8% وفيه 3 مستوات من الافليات تبني دولار سوري وفيه 3 مستوات من الافليات فهو ده شغال بونزير ده شغال على انه عايز ناس كتير تجيب الناس عشان خاطر انو هو يبتدي انو ينصب فيه ناس هتقول لك احنا سحبنا هتلاقيه سحب دولار سحب نص دولار ده اخرهم لكن السحبات الكبيرة مفيش ويه خلي بالك محدش حطي فلوس اللهم بلغت اللهم فاشد هيقول لك فيه ناس تقول لك خش وانت ممكن تسحب 30 دولار مجانا تجرب 30 دولار مجانا وبعد كده مش عارفية وتسحب الكلام ده كله لو اشتغل معك مرة اثنين ثلاثة هيبقى عشان يطمعك عشان بعد كده تعمل اداعه وبعد كده يقول لك باي باي انا حزرت واشوفكم ان شاء الله حلقة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتغلوا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة